هنرجع نكمل كلامنا مع كابتن سامير عصمان لكن نروح نشوف مرسلنا كريم أحمد بالملعب المباراة يقول لنا إيقاء ما قبل المباراة فضل لك كريم السؤال دا حلو قوي بجد التحية لك يا كابتن إسلام الشاطر كل المشاهدين ومتابعين نجوم الستوديو التحليلي بالفعل يمكن تم وصول الفريقين هو الأستاذ بيترو سبورت الأستاذ بالمباراة اليوم الأهلي والدخلية أجواء كالعادة يمكن فيه برودة شوية في منطقة التجمع الخامس والمنطقة المحيطة بيترو سبورت لكن عايز أبدأ معاك يا كابتن إسلام بلفتة طبعا طيبة جدا من شركة برزنتيشن وتقديرا لجهود الراحلة الدكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي بالفعل يمكن منذ مجرد وصلنا إلى الملعب لأينا يمكن لفتة اللي تتعرض دلوقتي يا كابتن إسلام قدام الجمهور وقدام السادة المشاهدين ودعا طبعا دكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي وأحد القامات الكبيرة الصحفية والرياضية لفتة طيبة جدا والنهاردة كمان يمكن من سؤالي العميد على صلاح مدير أمن للنادي الأهلي قال بالفعل يكونوا متواجدين داخل أرضية الملعب هيتم التصوير مع لعبي النادي الأهلي يكون أكيد لفتة طيبة جدا وبنشكر أكيد شركة برزنتيشن عن هذه اللفتة الطيبة والممتازة كل الأكيد ربنا يتغمده برحمته بنقول ربنا يرحمه طبعا الدكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي أيضا كمان أحد مؤسسي الأهرام الرياضي أرجع معك يا كابتن إسلام لأجواء المباراة مباراة الأهلي والداخلية النهاردة بالفعل متواجد عدد من جمهور النادي الأهلي نظر لتنظيم النادي الأهلي لهذه المباراة لكن بخص التنظيم بالتحديد عايزة أوجه الشكر لأكثر من فرض الحقيقة يا كابتن إسلام أبدأ معك من هنا من أستاذ بيترو سبورت المسؤولين خالد يوسف رئيس جهاز الأستاذ هنا ببيترو سبورت الأستاذ عسام عبدالجابر مدير الإعلام والعلاقات العامة وأيضا كمان اللق الرياضي وأيضا كان مدرب نادي كيمة أسوان وطلائع الجيش كمان محمد دانبوي المدير المالي حسام عاطف مدير أستاذ بيترو سبورت الحقيقة يمكن تعاون كبير جدا مع قناة الأهلي بالتحديد وتسهيل كافة الأمور الخاصة بالتنقلات داخل أرضية الملعب بيبقى أمر مختلف بشكل كبير بيبقى تنظيم النادي الأهلي الأمر بيبقى مختلف بنشوف تعاون كبير جدا فحبينا أن نوجه كل الشكر التقدير لكافة المسؤولين هنا في أستاذ بيترو سبورت بداية من الأستاذ خالد يوسف وصولا إلى الأستاذ حسام عاطف أجواء إن شاء الله يكون مميزة الفريقة للنادي الأهلي حتى هذه اللحظة يمكن لم يخرج تشكيل الفريقين فريقة النادي الأهلي والداخلية لكن في خلال دقائق إن شاء الله كابتن إسلام هيكون التشكيل معانا جمهور النادي الأهلي متواجد عدد بسيط كنا بنأمل إن يكون العدد ده أكبر من كده لكن متواجد عدد قليل من جمهور النادي الأهلي أرضية الملعب يمكن تكلمت معاك أكتر من مرة على أرضية الملعب بنتمنى ما يبقاش لها أي أضرار على فريق النادي الأهلي أو أي إصابات الأرضية متهلكة بشكل كبير كابتن إسلام كمان كان يمكن الناس بتسأل هنا استاذ بيترو سبورت النادي الأهلي عايز رش أرضية الملعب ولا لا سأله قاله لا لابد نحنا ننزل عليها الأول على أرضية الملعب ثم بعد كده نبدأ نحدد الأرضية هل هي ترام تم الرش عليها ولا الأمور تبقى بالنسبة للنادي الأهلي فيها خطورة على رش الملعب إن شاء الله بإذن الله كل الأجواء تكون لفريق النادي الأهلي ثلاث نقاط مهمين جدا أنا كابتن إسلام وفي خلال لحظات بإذن الله يكون تشكيل الفرقين معاك ولو فيها استفسار أنا معاك تفضل لكابتن إسلام أنا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معنا وإن شاء الله لما التشكيل ينزل تقول هلنا سريعا علشان برضو الناس مستنية تشكيل المباراة